سيد سعيد لو جينا قولنا بقى ان الزمالك النهاردة قدامه لازم الخيار الوحيد هو الفوز لو عملنا كده حيبقى قدامنا ثلاث سيناريوهات حيستنى ان يحصل يعني تعادل او خسارة للوداد قدام بيترو أتلاتكو حيستنى ان يحصل او ان سجرادة تكسب أتلاتكو فهو ما عندوش حلول كتير غير انه على الاقل لازم مباراة النهاردة يعديه عشان نقدر نفضل نقول ان احنا موجودين في المسابقة وعندنا فرصة للتأهل صحية يعني لو هنتكلم عن الاحتمالات والمصارات الممكنة في مجموعة الزمالك النهاردة هنشوف الجولة دي بيترو أتلاتكو سبع نقاط بيستقبل على ملعبه سجرادة وبنسبة كبيرة جدا هيكسب عشر نقاط خلاص بيترو أتلاتكو خارج المعادلة صعد بشكل رسمي ومعندوش اي كلام تاني ثم هنتكلم عن الزمالك بعد مجرده النهاردة فوزه لو فاز ان شاء الله يبقى خمس نقاط الوداد ست نقاط الزمالك عنه تحدي صعب جدا لانه هيخرج لبيترو أتلاتكو وبيترو أتلاتكو رغم انه هيبقى صاعد وفق السيناريو ده هيبقى محتاج على الاقل يعني ممكن محتاج الفوز او نقطة عشان قطر يضمن الصعود في المركز الاول فبالتالي مش هيلعب مباراة سهلة مع الزمالك هيلعب مباراة وهيقاتل فيها فبالتالي هتكون مباراة صعبة جدا عليه في حين فرصة الوداد وقتها هتكون اسهل لانه هيستقبل بيترو أتلاتكو اللي هو الخصم الاصعب والي هو المنافس الاهم دلوقتي على الصعود في المغرب في حين هتكون مباراته اللي خارج دياره مع الخصم الأخاف اللي هو سجرادة الزمالك هيقابل الخصم الأخاف في القاهرة هيضمن ان شاء الله تلات نقاط ايضا لكنه التحدي الصعب سيظل يعني بعد الفوز النهاردة سيظل مباراة بيترو أتلاتكو مباراة مصيرية لنادي الزمالك لكن خلينا نقول ان احنا ربما ننتظر هدية يعني بيترو أتلاتكو فاز على سجرادة بهدف وحيد فبالتالي ربما ربما يتعصر النهاردة انا استبعد ان أتلاتكو رغم ان هو فرقة جيدة جدا ويلعب بكرة جميلة استبعد ان هو يعمل نتيجة ايجابية في المغرب مع الوداد استبعد ان الوداد من الموكي خصوصا ان هو متصدر يعني ان هو هيروح المغرب هو متصدر بفارق كمان ان هو هيكون مخلص مطشاطه بيختتم مشوار البطولة فهيبقى واضح هتبقى واضحة الرؤية بالنسبة له ان هو خلاص صعب بشكل رسمي فبالتالي هيلعب مباراة تكون اخاف شوية والوداد المغربي مع جمهوره ند قوي جدا وند مع الاندال الأفريقية بالتحديد او الاندال الثمراء مش سهل ان هو يفرط في النقاط يعني يمكن انت كأهلي او زمالك او الشخصية الشمال افريقيا بتقدر تخلق له صعوبات بتقدر تبقى ند قوي جدا لكن الاندال الأفريقية اللي في الجنوب هو بيقدر تفوق عليها فمالعوي بسهولة فبالتالي شايف ان الثمراء هو مصيره بايده انه حقق الفوز النهاردة وحقق الفوز ان شاء الله امام بيترو أتليتكو لان الفواري مش كبيرة ان شوفت الثمراء الثمراء في القاهرة رغم تعادله مع بيترو أتليتكو وقدم مباراة عظيمة جدا ربما هي الافضل لكن قلة التركيز وتضيع فرص بشكل مباراة كان له تصريح ان مباراة النهاردة هتعتمد فقط على الأرقام مش هتعتمد على شكل الأداء ولا دلوقتي هنتكلم في تاكتكس ولا هنتكلم في أداء جيد وأداء مبهر وأداء كرة ممتعة لا احنا النهاردة من الثانين الأول ناخد الثلاثة نوقات وبعدين نتفاهم خلينا أقولي لحضرتك نديم مدرسة البرتغالية عموما حتى لو ما فيش وقت هم بيلعبه بمبدأ برجماتي واضح جدا من أين أكسب مش مهم الشكل يبعمل إزاي كبيرهم في هذا العصر جوزي مورينيو رغم كل أرقامه بطلاته اللي حقه عمره مكان ممتع وعمر كرته مكانة مفضلة عند الجمهور لخلن شخصيته وانتصاراته وبطلاته وما حققوا من أنجازات عظيمة جدا ويا ليه كل البرتغاليين خلفه بيقدموا حاجات مبهرة طوال الوقت زي ما قالوا لسكيروش تماما أو بالزبط ما بيقدمش كل ما ممتع لكن في النهاية بيقدم لك نتائج انت ما كنتش متوقحة بالمرة ان انت تصل لنهاية أفريقيا وانت متخب بعيد منذ سنوات طويلة فبالتالي هو التاكتك البرتغالي قايم على شكل المصلحة انت ازاي بتخرج بقى الخسار وأكبر المكاسب دون البحث عن المغامرة والمغامرة بيبقوا حارسين جدا جدا ويمكن ده كان حاصل في الولاية الأولى مع فريرا هو الرجل كان حارس جدا وكان بيلعب طول وقت بتلات لعبين ارتكاز وبيتدافع بشكل كويس جدا فبالتالي أنا مش منتظر مفاجأة او مغامرة من فريرا أنا منتظر منه فعليا بيقولون انا هتحدث ان ده فعلا اللي هيكون موجود وان اللي هيستمر لفترة لكن لكن ظروف المباراة بتدفعوا لبعض المغامرة ظروف المباراة بتدفعوا انه يعني يعني هي يلعب باسلوب ضغط مثلا متقدم جدا ان انت مش هتستنى الخصم يطلع لك انت مطالب ان انت اللي تروح وتبادل وتنطلق وتبحث عن الانتصار بالشكل الهجومي اللي هو فيه المبادرة مش ان ان انت تستنى الفرصة او تستنى المساحة او ترهن على فلسفة الصبر اللي البرتغاليين تول وقت بيرهنوا عليها انت بنتنتظر خطأ الخصم لا مش هنتظر النهاردة بشوف ان الناس زمالك يخيش مجال اه يوهاجم بقوة لان كمان الوداد هو اللي ممكن يلعبك بالمنهج ده